الفنانة شويقار هنعرف النهاردة قصتها بالكامل ليه اتطلقت من الفنان فؤاد المهندس ومين الفنان الشهير او الفنان اللي كان في وقتها لسه شاب اللي سابت فؤاد المهندس علشانه ليه حبست اختها التوأم بسبب غيرتها منها كان ايه هو السبب يا ترى تم تجنيد شويقار هي ومجموعة من اسماء الفنانين كمان ضربها للفنان فؤاد المهندس بزجاجة على رأسه كان ايه السبب في كل ده تفاصيل عن الفنانة شويقار تختلف معاها احيانا وتتفق معاها بعض الاحيان بس في كلا الحالات هم كانوا من جيل صور ويقدم صورة سيئة جدا جدا لناس كتير وناس كتير بتتبعهم حتى هذه اللحظة هنتكلم عن حاجات كتير عن حياتها شويقار طبعا هي المفروض انها من اصل تركي وهي تولدت 24 نوفمبر 38 وتوفت 14 اغسطس 2020 عندها كان في الوقت ده حوالي 85 سنة قالوا انها من شدة جمالها كان والدها بخاف عليها قوي قوي ولما كانت بتمشي او تخرج كان الكل بيمشي وراها يعني الناس اللي بيقولوا عليها بتوقف الشباب على رجل واحد جواهرجي شافها وكان دايما بيمشي وراها وهي وفقت عليها على طول قالت انا عايز اعيش في حياة العز على الرغم ان اهلها كانوا يعني ناس متقصلة يعني ناس معاهم فلوس كتير وناس عندهم مش بس فلوس لأ ده جاه ومنصب ومال والدتها كمان كانت عازفة بيانه ووالدها كان بيعمل شعر كتير منه هي صغيرة كانت بتقلت ليلة مراد هي عندها 16 سنة اتجاوزته طبعا الجواهرجي اللي اتكلمنا عليه كان اسمه حسن نافع الجواهرجي اكبر جواهرجي في القاهرة في الوقت ده اتقدم ليها وجابت منه بنتها الوحيدة من طل جزها بعد سنة بس من جوازهم كان كل شوية بيجيلوا اغمع راح للدكتور اكتشف ان هو عنده سرطان في المخ ربنا يعفينا ويعفيكم اتوفى وهي لسه عندها 19 سنة يعني كانت لسه في عز جمالها كانت بقى في سنة 58 بتحضر حفلات اللي هي كانت بتتعامل على البلاج ويختاروا فيها ملكة الجمال في الاسكندرية اختروها فعلا في الوقت ده كانت بتلبس ميهات ولبس مغري جدا جدا وكانت بتتباهى وتقول انا فعلا انسانة جميلة في سنة 59 اختارها نادي اسبورتنج الام المثالية عادي زي ما اختاروا في في عبده برضو الام المثالية مع الدنيا ماشية بالعكس ساعتها بقى الدنيا تقلبت عليها والحفلات زادت وبقت تطلع على البرامج وناس تجري عليها وتطلع بقى بالميهات والكلام ده وتعمل حفلات رأس المخرج محمد توفيق شافها على البلاج قال لها لأ انت لازم تشتغل معايا في المسرحات وبعد كده كمال الشيخ المخرج رجع شافها هو كمان في سنة 60 وكان بيعمل فيلم حب الوحيد وده كان اول فيلم معايا ليها مع عمر الشريف وناديا لطفي وعبد المنعم ابراهيم اخدت دور كبير في وقتها وعملت الدور ولفتت الانظار ليها لدرجة انهم قالوا ضغطت على نادية لطفي بعد كده اخدت دروس في التمثيل عند عبد الوارث عصر في سنة 63 سمعت ان عبد المنعم مجبولي وفقاده المهندس بيعملوا مسرحية وعايزين واحدة معهم طبعا هي راحت المسرحية وكانوا بختاروا ناس تانية ولكن اعجبوا بيها هي جدا رجعت تانية عملت مسرحية انا وهو وهي الشهيرة وكان دايما بيسميها البسكوتة فؤاد المهندس كان بيطلق عليها كده فمن ضمن المشاهد قال لها تتجاوزين يا بسكوتة فرحت قال لي يا استاذ فؤاد انت طلعت عن النص قال لها لأ ده ده صميم النص وقالت للجمهور على فكرة ده شخصية فؤاد المهندس الحقيقية الجمهور كله صرخ وقال يا ريت وبالف مبروك وبالفعل تم الزواج زواج استمر عشرين سنة سبعتاشر مستقرة جدا جدا لكن اخر ثلاث سنين زادت ما بينهم المشاكل جريدة صوت صدى البلد في وقت ستاشر سبتمبر 2019 ذكرت ان سر طلع فؤاد المهندس وشيقار انها في فترة من الفترات كانوا صهرانين مع بعض كان قاعد شاب اسمر في نفس المكان اعجب جدا بشيقار وهي كمان فضلت تبص لي فؤاد المهندس غار زي اي راجل طبيعي غار على زوجته وقال لها انت ليه بتعملي كده وفضل يزعق واخدها وانهى الصهرة ومن هنا بدأت المشاكل انفصل عنها ولكن ما طلقهاش يعني حصل مشاكل هو ساكن في مكان وهي في مكان تاني وهم بيعملوا فيلم اسمه عريس طبعا ابن الوزير عريس بنت الوزير بعد تازر الفيلم ده المفروض كان بطولة ما بين شويقار وفؤاد المهندس مين بقى اللي دخل معهم في البطولة واللي شويقار جابته الشاب الاسمر اللي كان قاعد معاهم في الصهرة هو مين اساسا الشاب ده المفروض طبعا ان الشاب ده دخل معاهم بقى بطل تالت طيب ليه ومش ليه وطبعا كان مضى واخد الفلوس خلاص هو الفنان محمد خيري عارف ان شويقار هي اللي جابته في الفيلم بس هو مطلعش لانه كان اخد الفلوس اللي هو الفنان فؤاد المهندس محمد خيري ده ليه مخامرات كتير وتجاوز ناس كتير وليه علاقات كتير لو حابين فكرونا نعمل عنه حلقة وقصة بجد هتسمعوا عنه مغامرات بدأت ما بينهم مشاكل حول الكاميرا خلف الكاميرا هم التلاتة ما بين محمد خيري وشويقار وفؤاد المهندس ودايما كانت هي بتوقف مع محمد خيري الكلام كتير بقى وفؤاد المهندس بقى خلاص يحزن قوي قوي عن اللي هو شايفه وبيسمعه في مرة من المرات وفي صهرة محمد خيري في الوقت ده كان على علاقة بشويقار علاقة زمالة اي علاقة تانية الله اعلم ولكن المشاكل زادت في وقت من الاوقات حصل ما بينهم خلاف لدرجة ان الفنانة شويقار خبطت الفنان فؤاد المهندس بازازة على دماغه وطلعت تجري على الفنانة طبعا سهير البابلي علشان تقول لها. كانت موجودة جارتهم في الفترة دي بعد فترة رجع حصل الصلح مرة تانية ولكن هي كانت مصممة تطلع مع محمد خيري لحد ما المشاكل خلاص كفاية كده وفي مصرحية سكة على بناتك تم الطلاق زي ما بيقولوا تجاوزوا في مصرحية واتطلقوا في مصرحية في 2009 بقى بعد ما صدها قال لفترة رجع تاني يوسف خالد يوسف طلبها عشان تعمل معا الفيلم بتاع كلمني شكرا هي زعلت قوي وقالت دا كان بيعملني زي الكمبارس 2012 جاد عادل جابتها في مسلسل سر علني في 2014 وقعت في الحمام وتم قصر الحوض بتاعها ومن بعد الفترة دي خلاص قعدت في البيت ما بقتش قادرة تتحرك لما كانوا بيطلبوها بيقولوا قالت لهم خلاص أنا الحوض تكسر وما عادش فيه النقاف قدام الكاميرا وبعدين المخرجين بقى يعملوني زي الكمبارس هي لها اخت توقم هي جميلة جدا جدا بيقولوا انها كانت بتقفل عليها الاوضة لما كانت بتروح تعمل الحفلات بتاعت البلاج علشان جمال اختها ما يغطيش على جمالها قالوا انها حبست اختها حبست اختها من كتر غريتها منها لو عايزين تعرفوا اختها بالمناسبة هي متجاوزة او كانت اول زيجة لحلم بكر طبعا بعد كده حصل كلام كتير هي اسمها شهيناز بس مش شهيناز الممثلة بالمناسبة اختها طبعا الجابت لحلم بكر ولد وحيد اللي هو ابن الوحيد هشام حقيقة اخرى تكلمنا تكلموا عليها كتير انها كانت لها علاقة بالمخابرات وانها تم تجندها بسبب صلاح نصر وصفوة الشريف وتم تجندها علشان توقع بشخصيات كبيرة جدا في البلد واللي قال الكلام ده رسميا هي يعني اللي قالت اسرار كتير اعتماد خرشد